كابتال عبدالله ليك كابتالي استسألك هو ليه زيزو بيلعب في المكان ده؟ يعني اللواتي عندي أحسن لعب في مصر آخر سنتين بيلعب كجناح أيمن في هذا المكان مهدين مهدين وقت وردك وابلاعب في ريلا برضو كان بيغير مركزه أنا اللواتي عندي أفضل لعب في مصر في مركز الجناح الأيمن يعني أفهم تغييره مع منتخب مصر بص أنا مش هتكلم يعني أفهم تغييره مع منتخب مصر عشان محمد صح بيلعب في مكانه ما ينفعش أقول أحسن لعب في مصر أو أحسن لعب في مركزه في مصر قلت ما بتعملش حاجة لعب كلم عن المسلمين اللي فاتوا المسلمين اللي فاتوا عشان كان معه عناصر ومعه أدوات مساعدة ده الواضح بالنسبة لي أي وما كانتش أفضل لعب السنين؟ أيا كان حتى لو كان كويس كان عندك بن شارئ كان عندك طارق حامد كان عندك إمام كان عندك ساسي دول عوامل مساعدة مخليني يعني ميديني إن أنا أبقى بورفو إن أنا أبقى كويس إن أنا أطلع كل حاجة كويسة لإن أنا عندي عوامل مساعدة طارق بيعرف يقطع إمام لعب كرة ويقدر يزيد من تحت باساسي إن كانت الهاجمة إنا بتعطى الاساسي عنده حلول بنشارئ نفس الحل فكان في عوامل مساعدة إنما لما الفرق فضيت هو فضي ومش واضح مش ظاهر مش عامل لي حاجة اللعاب الصبر على الآل اشتغل لنفسك قول لي أنا بعمل إنما أنت بتمنيش حاجة النهاردة اللعابة إزاي ما كابتن بيقولوا بيلا هدف مش في دماغه بحاجة إيو إنت عايز بنزيز ويطلع لعب كويس إزاي هو وبيلعب في مركز مش مركزه بص اللي أنا عارفه اللعاب كويس على القلق يعني مش تعرف تعمل لي حاجة خلال التسعين دقيقة مفيش حاجة إنت شفت النهاردة حاجة لأ أنا مش شاف حاجة عشان ما بقاش قاسي عليه يعني أنا هي الفرقة وحشة كلها لبعضها بس على القلق يعني إزاي يقولك إيه اللي عنده قلب عنده رزق يعني فين قلبك مفيش اللعابة مش في دماغها يعني تخرب تعمر يعني عادي الناس دي تموت مش في دماغهم حاجة صحيح لأ ناس زمالك مش كده صحيح عايب صحيح